ربما قضية اثرت كثيرا انه مناهج الازهر تقنن او تدرس الارهاب او الفكر المتشرف على الاطلاق انا بحاجة ان حضرتك اولا الازهر في دنيا الناس من امتى من اكتر من الف وستين سنة تقريبا تمام كده طيب هاتلي عندنا هيئات للارهاب ومنظمات وفي احصاءات النهاردة بمنتعة دقة على هؤلاء الارهابيين ومنظماتهم وافكارهم وعقائدهم صح كده هاتلي من هؤلاء خريج ازهري واحد هاتلي من قادة الفكر المتطرف دول واحد بس تخرج في الاصر احنا لو سلمنا جدلا انه المناهج الازهرية فيها فكر متطرف لو سلمنا جدلا يعني الامام الدكتور الطيب الذي شاهد له القاصي والداني بانه اين الارهاب في فكر ازهر رب اين الارهاب في كل قطاعات الازهر ايضا في مشايخ الازهر النهاردة انا اريد واحد يطلع لحالة واحدة يقول ده الراجل خريج ازهر وتشكل بفكرة ومناهج الازهر لا يمكن ابدا هذه كلها الدعاة بطل كن بقى انا اعمل يا سيد احمد اجتزئ النصوص يا اخوانا هذه كارثة اجتزئ النصوص من كتب التراث ربنا قال في القرآن لا تقربوا الصلاة ينفع اخذ النص كده وقف على كده ربنا قال فويله للمصلين هذا الذي يفعله المغرضون ضد مناهج الازهر الشريف طبعا علشان نكمل الرؤية بقى جامعة الازهر خذ بقى حضرتك جامعة الازهر الحقيقة يكفيها فخرا بقى وده ابلغ رد وابسط رد ان هي خدت الجامعة الاولى او تصدرت قوائم الجامعات الافريقية في سنة 2014 جامعة تقريبا على مستوى افريقيا من اقاليم مختلفة كانت في هذا السباق فازت جامعة الازهر بالمركز الاول على مستوى افريقيا نعم من مستوى الجامعات الافريقية جامعة الازهر كمان حضرتك هنا تفوقت على جامعة القاهرة وبقية الجامعات المصرية نعم كان في سباق معين يعني في 14 جامعة افريقية من الاقاليم مختلفة كانت تصدرت جامعة الازهر هذا الاحصاء بفضل الله وكمان حضرتك ده واندل على شيء فيدل انه فيه تطوير حقيقي او جهد حقيقي يبدل في المؤسسة انا اريد ان اركز على هذه النقاط الحقيقة من هذا المنبر المحترم عارف حضرتك سحمد كم دارس من خارج مصر يدرس في جامعة الازهر سنويا 40 الف دارس ودارسة من حوالي 102 دولة او من 102 دولة تقريبا 40 الف دارس ودارسة ينقلبون الى بلادهم سفراء يتحدثون عن مبادئ العدل والحق والرحمة والحب والخير والجمال نصر الحياة العليا ينشرون صورة مصر وصورة الازهر في العالم سفراء في بلادهم وذلك برضو من ضمن الجهود المحترمة جدا اللي هي تم تفعيلها المنظمة العالمية لخريج الازهر اللي بتقيم جسور تواصل معها وليل الناس وفضل تلمان بيروح بنفسه في افتتاح هذه الافرع في البلاد المختلفة علشان مد جسور التواصل بين أزر وخريجين يتبقى في مسك الختام